ما هي أخوف آية في القرآن الكريم؟ آية أما نسمعها قلب الواحد بخاف جدا يارب احسن وقفنا بين يديك ولا تحزننا يوم العرض عليك بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان آية 23 بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة صدق الله العظيم ما الفئة من المسلمين التي تقوم بأعمال كجبال صدقات وحج وقراءة قرآن وأعمال برد عظيمة وقيام ليل ودعوة وصيام وغيرها من الأعمال وإذا بالله تعالى ينصف هذه الأعمال فيكون صاحبها من المفلسين بسم الله الرحمن الرحيم أولا التعبد لله عز وجل مبني على الإخلاص والاتباع فهو أساس كل العبادات وهو مقصد جميع الأنبياء وعليه الثواب والعقاب يوم القيامة فمن عمل صالحا يقصد به وجه الله تعالى من غير التفات إلى حظوص دنياوية عاجلة كان من الفائزين أما من راقب الجاهة والمال والصمع كان عمله وبلا عمل يوم القيامة يعني نفروض إن إحنا أي عمل نعمله يبقى قصدنا بوجه الله ما نقصدش به لا رياء ولا نفاق علشان ما يضعش ويكون يوم القيامة كأننا ما عملناش أي خير بنعمل حاجة لوجه الله تعالى بلا شك إن الآية دي فيها وعيد للمسلم وتخويف ودافع لي برضو نحو مراقبة الإخلاص لله في قلبه وقطع كل أسباب المرآة والتسميع وإلا فقد وخسر العمل كله أما الأعمال اللي بيخلص فيها العبد لله سبحانه وتعالى ولم يقصد بها غير وجهه عز وجل فهذه يكتب الله له بها الحسنات ويثي به عليها في الجنة ولا يحبطها وقوع الرياء في أعمال أخرى يعني الأعمال دي ملهاش علاقة بأي أعمال تانية إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يظلم مؤمنا أبدا شكرا وجعلنا الله وإياكم من الفائزين بجناته